موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد والمحافظات بمظاهرات مليونية اليوم الجمعة لإسقاط النظام في وقت لا تزال الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية حائرين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط الشارع الرافض تماما لأي مرشح تختاره الأحزاب وبين صراع السياسي القائم على المصالح بينها مشاهدين الكرام سنبحث ذلك في هذه التغطية الخاصة مع ضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الوستاذ حسين السبعاء وستلتحق بنا عبر الهاتف من بغداد الدكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين مشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد وبقية المحافظات بمليونية الجمعة وأيضا نكرر الترحاب بضيفنا في الستوديو الأستاذ حسين السبعاء وأستاذ حسين مرحبا بكم من جديد المتظاهرون في بغداد وفي بقية المحافظات يعني يواصلون عمليات التظاهر والعداد تزيد خاصة في يوم الجمعة كيف تتابع عملية خروج متظاهرين حتى هذه اللحظة على الرغم من أن الحكومة ربما تكون تراهن على عامل الوقت من أجل ملل ويعني ما يقال بعمل الوقت تراهن عليه الحكومة يعني هو عامل الوقت سقط بالنسبة كورقة بيد الحكومة اليوم من واحد عشرة هذا احنا دخلنا الشعر الثالث أنهينا تقريبا الشعر الثالث والمتظاهرون في ساحة التحرير وفي بقية المحافظات المصرين على مطالبهم أيضا لم يتنازلوا على شرط واحد من شروط التظاهر هذا ما يجب أن يعرفوا الآخرين أيضا التظاهرات لم تخرج على شخص حتى يسوق بأن المتظاهرين خرجوا على سويد عدل عبد المهدي لا يمكن أن تكون انتفاضة ضد شخص الانتفاضات والتراثية ضد أنظمة وليس ضد أشخاص فالخروج هذه الانتفاضة اليوم هي أنهت شهر الثالث عامل الوقت ورقة سقطت من يد الحكومة أصبحت فاشلة عامل أيضا الأنواة الجوية والظرف الجوية البرد وكذا أيضا انتهى لأنهينا الشهر الثاني عشر ودرس البرودة كل شيء منخفضة درسة منخفضة في العراق المتظاهرون مصرين على مطالبهم لماذا لأنه يا سيدي أنه نوع المطالب تستحق التضحية احنا عرفنا أنه من الشعار الأول الذي يرفع نوريد وطن بمعنى هذا مطلب سياسي لو كان مطلب إداري مطلب خدمي لكان الأمور مررت هكذا مثل ما كانت بعض التظاهرات سابقا لها مطالب إدارية خدمية فئوية إلى حد ما يعني يوم وثاني وسبوع وعشر تيام وتنتهي رغم أنها امتداد لتلك التظاهرات ولكن هذه المطالب منذ اليوم الأول لعلت عن نفسها لها مطالب سياسية في تغيير النظام في تغيير شكل الحكم في العراق المصرين على هذه المطالب لحظة تعاطف من قبل جميع فئات الشعب معهم فنوع المطالب يجعل يعني يستحق التضحيات فلهذا السبب هم تظاهرون مصرين على من أجل التضحيات ومن أجل هذه المطالب أرحب بضيفتنا من بغداد الدكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين مرحبا بك دكتورة مرحبا بكم أهلا وسهلا شكرا لقناتكم المواضبة للحدث أهلا بك دكتورة ثمانين يوم على التظاهرات اللي بدأت يوم واحد تشرين الأول أثمانين يوم والتظاهرات مستمرة يرى تتحدثين عن أعداد المتظاهرين الذين توافدوا إلى ساحة التحرير هذا اليوم شكرا جزيلا حقيقة التظاهرات ليست فقط مستمرة وإنما في تزايد مستمر حقيقة يعني رغم الإرهاب والقنع والسعدي وكل أصناف العنف التي يعني يستخدموها أو الأساليب التي يستخدموها ضد المتظاهرين لكن حقيقة المتظاهرين باقون ويزادون لأنه الدولة في حقيقة في تبجح وفي وجه أسود تعامل المتظاهرين حقيقة لدينا مثل يقول أنه إن لم تستحي فافعل ما شئ الحكومة بهذا الوجه وللأسف نحن نذكر هذا المثل لكنه ينطبق على هذه شلة الحكومة والفاشدة التي تلعب بمقدرات البلد والشعب لإرضاء أسيادهم حقيقة الجمهور ما شاء الله يوم بعد يوم بيزداد لأنه حتى في بيته لم يكن يطلع للتظاهرات بدأ يطلع وبدأ يشارك لأنه أرف واكتشف حقيقة هؤلاء الطغمة الفاسدة دكتورة الحكومة المستقيلة حكومة عادل عبد المهدي يعني كما ذكرت قبل قليل إلى ضيفي في الستوديو الأستاذ حسين السبعوي تراهن على عامل الوقت تريد بأنه يصيب التململ بين صفوف المتظاهرين هل ستنجح في ذلك؟ فضبط هم يراوغون حقيقة مثل ما ذكرت الحضرتك هم يراوغون في سبيل كسب الوقت وربما يقولون أنه ممكن أحد يتدخل وينقضهم ممكن فلوسهم تفيدهم أنه يشترون الزمن يشترون بقية الدول لحقيقة هي هاي فائرة يعني أنهم ما زالوا يشترون الزمن يعني أي دولة تحاول أنه تتدخل في موضوع ما رأساً يسكتوها بفلوس وللأسف يعني بقية الدول هي تنجرف لهذا الموضوع والفترة تعرف إحنا أجواءنا بالعراق بدأ البرد البرد جداً قوي بالعراق يعني مشتهل يعني صحح إحنا ما عدنا فلج لكنه البرد قاسي قارص والهواء يعني شون تقول يحد مثل السكيني قصة العظم جداً بارد جونة نعم هواء بجاف بطبط بارد مجاح نعم فالشباب يعني الحمد لله مرارضين في أماكنهم في المخيمات وفي العمارات وموفرينهم دفع يعني بطانيات وأفرشة وملابس يعني حتى ملابس يجبون للخيم ينزلون يعني قبل كم يوم أنا عربانة دخلوهم بتمها شون قالوا هلول الشباب خلي يأخذون يجون يشيلون ملابس قمصان قماصل شير يجون قبعات تناطير أي شيء يجبون يعني أكون هناك متبرع لهذا الشعب يعني شعب معطاء الحمد لله والشكر يعني خير العراق خير كثير وناس العراق ناس يعني شون احنا تر بيت عشائري يعني نقول أنه هذا ابن عشيرة عنده شهامة عنده غيرة عنده حب للآخر عنده مفاتح بيته مضيف يعني كلها مضايف يعني كل بيتنا الضيف كانت حصلة ببغداد يعني احنا بأي شخص نشوفه بأي مكان نجيب البيتنا مساعدة نعم أستاذ حسين أكو وعي في هذه التظاهرات يعني المؤشر كله يراقب مسألة الوعي الموجود عند المتظاهري لكن أقصد هنا يعني بالناصرية توافد المعتصمين إلى ساحة الحبوب في تظاهرات ثورة تشرين التي تطالب كما تفضلت أنت حضرت قبل قليل بإسقاط المنظومة السياسية وليس بإسقاط أشخاص لكن إذا جئنا إلى مسألة موضوع كربلة طلاب المدارس يعلنون استمرارهم بالعصيان المدني هناك أيضا عصيان مدني في بابل في القادسية في المثنى في البصرة الشون تابعت مسألة العصيان المدني المربوطة بمتظاهرين الطلاب يعني بدأت الطلبة كمادة للتظاهرات وليأي انتفاض هي تعطيها شرقية أكثر وأكبر وتزيد من زخمها لأنه أعمار الطلبة التي تشارك عادة متوسطة والإعدادية وهذا هو يعني مئات الآلاف من هذه الأعداد هي موجودة هذا النوعية إذا ما شاركت في أي تظاهرات فأعطتها زخم كبير وأخذت شرعية أكبر أيضا بإضافة للكوادر التدريسية ونقابة المعلمين والمدرسين التي أعلنت عن مشاركتها منذ البداية هذا العصيان وأصبح شل يعني شل وزارة التربية اليوم أنا متابع بيانات وزارة التربية مرة يأجرون الامتحانات مرة يلغوها محتارين في هذا الأمر كيف يعالجوه المؤسسات الأخرى هكذا أعتقد دور الطلبة في هذه التظاهرات أعطاها زخما كبيرا وأضاف لها نوعية يعني جيدة كل هذا المشهد الذي نرى أنه الدولة تعيش حالة من الإرباك هو عدم استطاعتها استجابة لمطالب المتظاهرين لافت للنظر أستاذ حسين أن الطلاب بدون قيادة بالتأكيد يعني هم الذين يقودون أنفسهم بالتأكيد لأنه هذه مظاهرات شبابية وهم على وعي عالي يعني يعني هم طالبوا على وعي عالي اليوم القضية العراقية كلما تكون واضحة كلما أنت ما تحتاج إلى فلسفة للمتظاهر أو يتعبك في أن توضح له المشكلة العراقية اليوم المشكلة العراقية واضحة جدا ومطالب المتظاهرين أيضا واضحة أنت لاحظ بسعة التظاهر شيوخ نساء كبار شباب من كل الفئات من كل الأعمار وفاهم القصة لا يوجد وحد يمضلل به أو مغرر به لا يفهم ما هو القصة هنا كثف مطالب ذكرناها سابقا رفض الهيمنة الإيرانية إدارة الدولة على الأسس طائفية الفساد المستشري هذه الثلاثة مثل ما يقول السألة الممتنة واضحة لا يوجد أي شخص ما يعرفها فقياة التظاهرات عندما أحلنت عن هذه المطالب حتى تكون أكبر زخم للتظاهرات ولا يعترض أحد عليها أنا لاحظ حتى بعض الحكومة حرجت وقالت نحن أيدا متظاهرين طيب أنت أيدا أن ترفض هيمنة إيران أنت شون تأيدا تقول أنا أيدا وهي إيران من هيمنة وإنت أصل معين في هذا المكان من قبل إيران أو بمساعدة إيران طيب أنت تقول إن أيدا وأنت تتكلم عن عملية سياسية طائفية تدير المشهد العراقي هو يقول إن أيدا وجميع الدرما يدوره بما فيهم هو هم غرقوا في الفساد ولا يعرفون طعم القرش الحلال يعني شون تأيدا أنت شون تقول أنا أيدا وأنت الثلاثة بني أنت جزء من المشكلة به مهي الأحزاب أحزاب السلطة من 2003 إلى حد الآن تعيش في حالة تناقض بين التصريح وبين الفعل على أرض الواقع ولكن أيضا ليس لديهم برغماتية سياسية وليس لديهم مشروع سياسي غير التبعية اليوم أي حزاب أنت لاحظ بالعالم كله أحزاب تسقعت وأحزاب تخصم هذه الأحزاب لديها برامج يختلف عليها الشعب يتفق عليها تستطيع أن تبرر أخطائها يا سيد الدراء الممتري يبرر أخطائها ويطلع متضارق وإحنا معاه يطلع واحد من أدو يقول إحنا معاه تطلع إيران يقول إحنا معاه هو قصده بس الذي يبقى بالمكان لا أكثر ولا أقل وأتبع أيها الموجودة للقوى الخارجية دكتورة ذكرى التظاهرات الطلابية أعلنوا العصيان المدني ماكو وطن ماكو دوام لكن أريد أسألك بما أنه أنت في بغداد من اللي يقود الطلبة من اللي يشرح لهم الأوضاع السياسية الموجودة في البلاد مثل ما ذكر أستاذ حسين السبعوي بأن الطلبة هم طلبة متوسطة وعدادية وحتى كليات نتكلم هنا بشكل حصري عن طلبة المتوسطة والعدادية كيف يعلنون عصيان مدني ماكو وطن ماكو دوام بعدم وجود قيادة واحدهم حقيقة الآن هو الشاب العراقي أو الصب العراقي أو الإنسان الكبير حتى أي إنسان عراقي في هذا البلد فهم ووعى أنه هناك خطأ في الحكومة خطأ في هؤلاء اللي نصبوهم بيتعبون في مقدراتهم فكلهم صهموا اللعبة السياسية أنه هذولا يكذبون عليهم أن يترقون طعامهم هما الطلبة من يرحون بهذا الصين أعتقد شفت بعض الصور اللي صلعت أطفال يعني بالصين بالماية يرحون أولادهم بيتعبون سيارات يرحون لقليات ومن مدارسهم ليش إذن البلد اللي هو يأكل يشرف راسب يأخذ من البلد ومعين باعتبار هو عايش بالبلد لقمت أطفاله خير خير لقمت يعني من العراق فليش ما يخدم العراق يعني الأطفال كلهم محرومين محرومين من طبعا حتى المناهج كلها غلص يعني هؤلاء الشعب يعني كل فهم ووعى أنه هذه عدوة لهم أصبحت تأكل اللقمة من حلقهم يأخذون حقهم يسببهم استحقاقاتهم لمدارس مبنية لمناهج زينة لمعلمين يعني فطاحل ويفخمون والأقل يعني كل من في تخصص أو كل من ينطي معلومة ينطيها مضبوط المدارس حتى الدرجات أصبحت تشترى بفلوس من عدهم أي شخص يجي عنده مجرد أي شهادة بسيطة يضعب يتعين حتى إذا يدوروا لهم شهادات يفاعدون مدارس مدارس معلم أستاذ يصبح عنده شهادة أوليا بالفلوس قام تمشي فالمجتمع أصبح واعي لهذه الألائب وهذه الأمور مالكة فالطالب لا يحتاج أنه يرى أخو حتى أحيانا بعض المهال يطلعون يروحون للساحات ينسأطوا بعض العوائد ينسأطوا قدام التلفزيون يهوسون شهادين علم يهوسون حتى أقل من خمس سنوات شهاد العلم قدام التلفزيون أهلي صوري طلعو يصح تلمين مثل المحقولة لا 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 الجيل مالكنا مستوى الذكاء أو مستوى تذكير جدا عالي أعلى من أكبر من أمرهم تذكيرهم ولذلك ما ممكن أنه يوقف أمام نار ويوقف الحد الآن هو صار لـ 80 يوم واقف أمام العدل واقف بوجه العدل ويستقبل المسائلات بفضرة والصلاقات طيب أستاذ حسين الباطرياركية محافظة بابل ألغت قداس عيد الميلادي اللي صادف 25-12 وذلك احتراما لدماء الشهداء اللي سقطوا في ساحات التظاهر سواء في بغداد أو في بقية المحافظات عملية دخول الطائفة المسيحية الأخوة الكرام طبعا على خط الأزمة على خط التظاهرات يعطيها دافع إلى الأمام هل سيصل الصوت إلى المجتمع الدولي بأنه شوفوا حتى المسيحيين مقابلين على هذه الحكومات المتعاقبة من 2003 أو لحد هذه اللحظة المسيحيين الآيزيديين نعم اليوم شوفوا هاي المطالب الوطنية وحدة المجتمع نعم عندما توحد المجتمع في مطالب هي تمس الجميع وللجميع أنا ذاك الجميع سيتفعل معها هؤلاء هم يعني أصلاة في هذا البلد كانوا مسيحيين أيزيديين سنة شيعة أكراد تركمان هذا البرد العرق البرد المتنوع أي مطالب بطنية لا تقصي أحدا وهي تخدم الجميع فتجد الجميع يتعاطف يتعاون معها نعم حتى لو كانت الحكومة تحمل مشروعا وطنيا ستجد أيضا الشعب التفحولها ولكن لأنها حملت مشروعا طائفيا ودعما خارجيا بعيدا عن الدعم الداخلي والوطني تجد الشعب من فضع عنها صحيح فليهذا السبب أنه عندما تكون المطالب وطنية فلا يختلف عنه أحد لو كانت المطالب فيه أوية فالآخرين يقول له هاي المطالب للفلانين وقسم من عندهم شي يقول قسم من عندهم يقول لك عملية انتهاء الطائفية هي فقط السلطة الفاسدة يقولون الطائفية لا موجودة سني سني وشيع وشيع لكنه فقط هي في ساحة التحرير هذا سؤال مهم أولا علينا أن ندرك هذه الانتخابات اللي مضعت 20% شارك بها ومزورة 80% هؤلاء الرافضين للطائفية صحيح عد ما إيبارة تكون بثمانسبة 80% لأن حقا تتكلم بالإجماع هاي واحدة صحيح ثانيا هذه الأحزاب السياسية لو بأي انتخابات حرة نزيها ما يحصل على أي مقهد في البرلمان لأنه اعتمد على التزوير وعلى السلاح في إيجاد التظاهرات هل يستطعون أن يجرون استفتاء على مثل هذا هذا الأمر هل كان في العراق القضية الطائفية ويقتل اليوم مئات الآلاف قتل من السنة والشيعة هل مر عبر تاريخ العراق مثل هذا الذي يحصل الآن لا طبعا زين هل العراق لا يوجد فيه سنة والشيعة لا موجود بسنة وموجود بمسيحين وموجود بأزيدين وموجود بآثورين وموجود بتركمان وأكراد يا سيدي إنهاءها ليس إنهاء المكون وإنما إنهاء الصراع بها وإنهاء تنزيق المستمع من خلالها بمعنى لا يكون لها دورا سياسيا لا يكون العراق أن يحكم على أساس حرقي أو طائفي لأنه بلد متنوع البلد المتنوع لا بد أن يحكم على أساس وطني على أساس مشروع وطني أما مؤني جاء يحكم والله أريد ألغي الشيعة وهذا الأخر جاء يحكم يقول ألغي السنة والأخر جاء يحكم يقول ألغي الأكراد المكونات والمذابية موجودة منذ تأسيس بالنسبة للمذاب الإسلامية منذ تأسيس الإسلام وما قبلها منذ تأسيس الدولة العراقية فهي قديمة ولن تزول ولها جزء لها حق في هذا الوطن عموما لكن لا يمكن للبلد أن يحكم على أساس طائفية وإلغاء الآخر هذا ما اعتمدته هذه الأحزاب الطائفية ولحظة اليوم عملية التهجير عملية الإخفاء القصري المقابرة الجماعية التي بثت قبل كم يوم هذه كلها لإلغاء الآخر يا سيدي لن تستطيع أن تلغو أحد لن تستطيع أن تلغو مكونات أصيلة في هذا البلد مهما فعلتم ومهما دعمكم الخارج أبدا وخاصة إيران دكتورة ذكرى اليزيديين الإخوة الكرام توافدوا إلى ساحة التحرير وذلك تلبية للتظاهرات المليونية المطالبة بإسقاط النظام كما معروف للجميع أيضا اليزيديون أكدوا أن إلغاء الاحتفالات بعياد رأس السنة وذلك إكراما لدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر على يد القوات الحكومية والميليشيات عملية دعم التظاهرات بالطائفة اليزيدية المهمة جدا في العراق ومع احترامنا إلى باقي الطوائف ينطيكم دافع أكثر بمسألة استمرار التظاهرات دكتورة بالتأكيد أولا نحن وبإسم اللجنة المنظمة للتظاهرات نشكر أخوانا من كل الطوائف وكل العالم الذي تعاطف معنا في قضيتنا هذه وألغى المراسم باحتفالات رأس السنة بالنسبة للأخوة الأزيديين هم أيضا من لحمة المجتمع العراقي من طلب المجتمع العراقي وهؤلاء الذين جاءوا على الدبابات الغرب أرادوا تفتيخ الوطن والعراق وفك لحمته والطرق على هذه الطائفية ليس فقط طائفية الدين الواحد وإنما كل الأديان تصوبي المندائيين الأزيديين المسيح يعني بحيث ما خلوا أدنى فؤات جدا قليلة أصبحت الآن وكلهم مهجرين بالخارج عايشين يعني لما أنا أحكي أقول أدي قروب من أصدقائنا المنظمين يقول لك اليوم ما عرفت موضوع حي تشتقي ذولة اللي جونا من الخارج فكل شيء نغسى وأن تعرف أنا قلت لحضرتك إحنا أدنى مجموعة ناس من الخارج ومن الداخل وكلهم وطنيين وكلهم يعتبرون متظاهرين وبنفس الوقت الخارج أيضا دي طعون تظاهرات أمام السفارات والأماكن المهمة بالخارج بالدول الأوروبية وكل الدول فضاجوا أنه ليش تقولون أنه داخلوا خارج إحنا من أكبر إحنا نزع لأنه إحنا من لبة البلد إحنا عراقيين وإيضا دي ندافع معاقهم فالمهم اعتذرنا وإحنا إحنا مو هذا قصدنا إحنا إذا نقول بؤلاء اللي إجوي على دبابات الغرب اللي هما فصخوا البلد اللي هما يردون هما بيول أسيادهم يردون أن ينفذون أجندات أسيادهم في البلد ففصخوا البلد تطردوا حجروا المسيح حجروا الأزيدية دمروا الأزيدية طلعوا عليهم داعش اقتصبوا نساءهم يعني ما أعرف شنو سووا من هل يعني أكثر أنواع الظلم والألم يعني سببوا للبلد نعم سرقوا كثير قتلوا كثير مقابر جماعية نعم أستاذ حسين خطوة المرجعية لهذا اليوم يعني كانت خطبة وإن جاءت متأخرة لكن بها اعتراف بأنه أكدت على لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي تقول أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة هو الرجوع إلى الشعب الشعب تقصد به أعتقد الشعب المنتفض والشعب العراقي بشكل عام هو منتفض بإجراء انتخابات مبكرة تشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها وضع آلية مراقبة فاعلة تسمح في استعادة الثقة بالعملية الانتخابية وأيضا لكن المرجعية ما زالت تحظى بانتقاد من قبل الناشطين شلون تابعت اليوم خطبة المرجعية أنا بالنسبة لي أخي بالشأن السياسي أتابع ما تقول بالقضايا الدينية أتابع ما يقول العلماء عندما يقول لي الصيام فلان يوم والإفطار والحج والأخلاق والصلاة وإلى آخره اليوم النظام الحكم في العرق هو نظام برلماني طيب ولا يوجد حتى بالدستور العراقي أنه قالت المرجعية وتكلمت المرجعية والمرجعية أي يدت المرجعية رفضت اليوم العرق بعدة مرجعيات كما تكلمنا سابقا عرق بعدة مذاهب بعدة مكونات عدة طوائف طيب من غير الديارة كيف يلتزم بقرارات المرجعية بغض النظام مهي بعد خطوة المرجعية عادل عبد المهدي استقال يا سيدي أنا بالنسبة لعادل عبد المهدي قد يجوز الرجل يعني هو تلميذ عند المرجعية طيب لكن هل كل العراقيين هم ملزمين أن يكونوا جزء من مذهب المرجعية ودين المرجعية واليوم العراق متعدد المكونات ومتعدد المذهب لا يمكن أن تحكموا مرجعية وإضافة أنه حكم برلماني أنا لم أجد في الدستور العراقي أي دور سياسي لرجال الدين سوى عملية الإصلاح والأخلاق وإلى آخره إذا كانت المرجعية التي تحدد هي تسقط الحكومة وهي تحدد برنامج السياسي وهي تعدل الدستور وهي مسؤولة قوات الأمنية إذن نحن في نظام ديني ثيوقراطي وللأسف عندما تفشل الأنظمة في دول تصدر لنا يعني اليوم هذا النوع من الأنظمة فشل في إيران والشعب الإيراني ثائر على مثل هذا النوع من الأنظمة هل ما أقول إحنا يصدر لنا عزيزي أنه في أي دولة مدنية في أي دولة برلمانية السلطة السياسية هي المسؤولة عن المؤسسة الدينية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية وجميع مؤسسات الدولة تخضع لسلطة سياسية واحدة إذا كانت السلطة الدينية هي المسؤولة وهي التوجه الجميع فخلاص يا سيدي أنا مو من هذا الآخر المسيح يقول أنا من اسمه لي مو مسلم ولا يزيد يقول أنا ما لإحلاقة بذولي طيب هل رح نكون إحنا دول طوائف أنا بغض النظر كلامها صحيح كلامها غلط أي يد ما أي يد هي ليست يعني هي يعني من مهمتها تعطي بعض النصائح تعلم الناس أخلاقة وتعلم الناس مرضينها أما أنه هي تقيل حكومة وتدخل حكومة وتحدد انتخابات وترسم مسار العملية السياسية في العراق حقيقة نحن في ظلام نحن في ظلام وهذا يتمزق الشعب العراق دولة العراقية دكتورة ذكرى يعني انطرحت عدة أسماء لتولي رئاسة الحكومة من ضمنهم قال والقاضي رائد جوحي البعض محمد الشيع السوداني الآن خفت على محمد الشيع السوداني الآن الحديث يدور حول قصي السهيل أيضا الحديث يدور على عبد الحسين عبطان القسم طرحه جعفر الموسوي اللي يتولي رئاسة الوزراء وطبعا محمد توفيق علاوي أيضا اسمه مطروح حاليا أنتوا إلما تترشحون إلما إذا تم الاتفاق على هذه الأسماء أنتوا مع من كمتظاهرين في ساحات التظاهر أعتقد أفكار ساحات التظاهر كلها موحدة وأعتقد فهمها الرأي العام العالمي كلها يعني ليس فقط بساحات وإنما كل العالم فهمه أن المتظاهرين ليسوا مع تغيير رئيس فزراء رئيس فزراء احنا ما علاقة احنا رايدين تغيير النظام ككل رايدين تغيير دستور رايدين تغيير لجنة انتخابات مفوضية انتخابات رايدين أنه يتغير جذريا كل الحكومة لأنه ما بها داوية ما بها فساد كل ما فيها هذه الحكومة برمتها كشريعية وتنفيذية كلها برمتها كلها سيئة كلها تريد الفساد وتريد التفسيش البلد احنا يعني ما يهمنا خلوا فلان أو اللان خلوا كلها يعني كم واحد صاروا عشرة أكثر ما أعرف كم واحد غير اللي هم أربعمائة وما أعرف ليش يختارون النزيل ليش يختارون السيء دائما ليش يختارون لني عنده ثوابق وانده تاريخ أشود نعم يعني هاي مقصودة الشغلة مقصودة إذن يريدون انه يمعطلون بالوقت يريدون انه غيظون المجتمع أكثر انتوا توافقون على هاي انتوا مدى موافقتكم على هاي الأسماء توافقون هاي من لبة التجمع السياسي من لبة العملية السياسية من منذ أن انطلقت خمسة خمسة التي باركتها المرجعين لذلك المرجعية لا تستطيع أن تبت في موضوع لأنهم اللي جاء لهم حقيقة المرجعية التي وضعت بصمتها وتخشى أن يحسب عليها هذا لذلك لا تستطيع أن تبت في الموضوع بشكل مباشر طيب أستاذ حسين يعني مسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني التقى عدد من القيادات السياسية والأحزاب السياسية في العراق أيضا نلتقى بالنفوذ الإيراني أنه بجانا واحد من ميليشيا حزب الله اللبناني يقرر مصير العراق أيضا نلتقى بالسفير الإيراني إيرج مسجدي وشخصيات من الدائرة الخاصة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني كوثراني طلب من هؤلاء عدم أو دعم ترشيح وزير التعليم العالي قصي السيهيل يعني ما قبلنا بالنفوذ الإيراني الآن نفوذ ميليشيا حزب الله اللبناني في العراق شون نشوف هذا التدخل هذا أي دولة عندما يحكمها من مرتبط بالقوى الخارجية وهو تابعة لها ستكون النتيجة مثل هذه اليوم نتوقع أنه ملف العراق في الأمم المتحدة ملف العراق في مدلس الأمن ملف العراق في التحاد الأوروبي أما ملف العراق لدى حزب الله وهو منظمة إرهابية حقا هذا معيب معيب سواء بحجمها أم بارتباط العراق بهذه المنظمة الإرهابية لهذا نقول أنه النظمة الثيقراطية والدينية يجب أن تتجنب السياسة والحكم لأنه تهين الدولة تهين البلد من أجل الولاء الديني والمذهبي والعقدي جعل العراق ملفا لدى حزب الله هذا هو نتيجة الحكم الدينية الطائفية الثيقراطية لأنها لا تبالي ما تميز بين الدولة والأشخاص بالعكس أحيانا ولا أهل الشخص أكثر من ولا أهل الدولة نفسه لأن باعتبار هذا ولاء ديني اليوم الولاء لخامنئي ولاء دين ما يقدر يخالف طاعة لله يعتبروها فإذن اليوم عندما يكون ملف العراقي بيتكوتراني وملفي لدى حزب الله هذا معيب ولكن ما كان ليكون لو كانت هناك حكومة بطنية لديها مسرع بطني ما تسمح لهؤلاء أغلب الدول أمثال لبنان وغيرها هي تعيش على صدقات من العراق وعلى العراق يعني هو يتحكم فيها كان اقتصاديا يستطيع اليوم الحراق ويقول لك يعني وجود هذه الطبقة السياسية هو تضمن أن إبرام عقود لشركات تابعة للحزب حزب الله اللبنان طبعا يعني الحزب أصلا تجارة مخدرات مافيا قتل مواطنين هذا تمويل الحزب لو تجي تقرأ تاريخه في أمريكا الجنوبية المكسيك كولومبيا كلها جرائم حزب الله اللي هي في تجارة المخدرات فهو إما تجارة مخدرات أو تزوير أو نهب أو سرقات أو هكذا فهذا الحزب هذا المنظمة الإرهابية هل يعقل لهذا بلد الحضاري اللي أمره سبع تالاف سنة أن يكون ملفا لدى حزب الله وهو محمد كوثراني شون دخل غير دخل عن طريق الحدو غير بموافقة الحكومة هي أكيد وسوى لفيزا يا سيدي هؤلاء لا يعترفون حتى بالدولة وللأسف إذا كنت طريق لا يعترف بالدولة نعتقد حتى العراقين اللي قائمين على الحكم ولا يعترفون قضية دولة المهمة الولاء للمذهب والولاء للطائفة مثل ما يحصل الآن في لبنان؟ بالضبط 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 وإنت لاحظ قضية لبنان العراق المتظاهرون جميعا صحيح ضد المشروع الإيراني الإيراني صحيح لكن ما يميز تظاهرات العراق على لبنان أنه في لبنان اللي خرج هو أبناء شمال لبنان وبيروت لم يخرج جمعة حزب الله ولهذا سبب العراقي أصيل يعني شعب العراقي أصيل أصيل بحضارته في تاريخه اللي خرج في العراق الوسط والجنوب وهذا لازم نميز هنا تعطي نوعية للتظاهر العراق على التظاهرات في لبنان مع العلم هم أثنين هم أهدافهم واحدة ورفضوا للمشروع الإيراني طيب دكتورة ذكرى ما دام نتحدث عن التظاهرات أيضا في لبنان ياريت تحدثينا عن شن الفرق ما بين تظاهراتكم في بغداد وتظاهرات الأخوة في لبنان خاصة كما تفضل الوستاذ حسين السبعاء بأنه الشعبين يرفضون التدخل الإيراني في شؤون العراق يعني على سبيل المثال كوثراني هو مسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله اللبناني هو اللي يلتقي بشخصيات عراقية طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليل هو دخل العراق عن طريق فيزا أو ربما بدون فيزا ربما من المدخل الخاص ودخل واجتمع بقيادات من الأحزاب السلطة الحاكمة في العراق وأيضا التقى بالحلقة الخاصة بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقللهم لازم تدعمون قصي السهيل شن الفرق بين تظاهرات بغداد وتظاهرات بيروت خاصة أنه بيروت يعني المتظاهرين في بيروت يرفعون شعار بأنه من بغداد إلى بيروت التظاهرات لا تموت فضلي دكتورة قطع شواتك نعم عسون دي قطع شواتك دكتورة سمعت السؤال نعم سهمت تقريبا هو قطع دكتورة العامل المشترك بين التظاهرات في بغداد والتظاهرات في لبنان شن الفرق بين التظاهرتين خاصة أنهم الاثنين يعني يدعون ويرفضون عملية النفوذ الإيراني خاصة في العراق ولبنان على حد سواء حقيقة هي نقول للأسف أن هؤلاء القامات هؤلاء الذين وثق بهم المجتمع أو الشعب لهم جذور منتدة خارج الأوطانهم إذا كان في لبنان أو الإراق هم يعني ممكنين إلى جهة واحدة وهي إيران أو مثل ما حضرتك هذا الاسم اللي طرقت كوثراني محمد كوثراني نعم كوثراني بالضبط هو هذا يعني تابع إلى إيران هم وحكومة إيران هي تتلاعب بالبلدان يعني باليمن وبيروت وفي العراق في لبنان وفي العراق وكل البلدان العربية في توريا أيضا يعني هؤلاء يدهم الطولة كل اللي يردوها أنه دولة إسلامية يردوها أنه يضموها لهم على اعتبار هم وانتهوا العراق ووقعوا قبل الأحداث مال في التظاهرات ووقعوا أنه ملف كربلاء وملف النجاف خلاص استلموا يعني ووقعوا عليه من الداخل يأخذوه من الاتحادية أخذوه لهم وحتى المحافظات حتى أسماء الجرد السكاني أصبح عجم لأنه دخلوا حتى الجرد السكاني دخلوا ناس داخل المحافظات سكنهم أصبحوا عراقين من إيران فهؤلاء حقيقة إيران هي لديها أجندة أنه إشغال كل المنطقة واحتسابها إلها تعتبر ولايات تابعة لإيران التوسع الإسلامي يعتبروه إسمهم فلذلك التورة في لبنان في بيروت وفي الإراق لا تختلف جذورها بين الإراق وبيروت يعني مثل هذه التصريحات دكتورة مثل هذه التصريحات الطائفية المذهبية ما تأثر عليكم كمتباهرين ما تأثر على اللحمة الوطنية في ساحات التباهر لو ما تسمعوا لها ما تديروا لها بال يعني إحنا ما نجتملها أبدا لأننا خلاص إحنا شعب واحد وطن واحد يعني كبروا يعني شون تقول إسمتل حضرتك دا تقول أزيزية ومسيحية مثل ما تفضل أيضا الدكتور ضيفك لما يقول أنه المرجعية ما لها علاقة بالأزيزين والمسيحين يعني قابل هي تقدر في أمورهم أو هي المرجعية بس للجماعة الجنوب يعني فأكبر لكن الكل الآن طالعين يعني ما لهم علاقة لا بدين ولا بطائفة ولا بأي شيء يعني لكل شعب واحد دم واحد يعني لما ينسي دم المسيحي مع دم المسلم الجنوبي أو مع أبو الأنبار أو مع أبو المسل شلو الفرق يعني هل هل اللون الدم يختلف في قريات وحمراء وخلاص وهم وهم بشر عايشين على نفس الأرض يكنفلسوا نفس الهواء ويكنفل نفس الهواء نعم أستاذ حسين رح نجي على تصريح لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يقول ما يحق للمتظاهرين المطالبة بإسقاط النظام ما يحق لهم أيضا حضر الكيانات والأحزاب السياسية الاكتفاء فقط بالمطالب بتحسين الأوضاع والخدمات شون تشوف هذا التصريح طبعا هذا التصريح إقصائي ميليشياوي يدل على أنه اعتماد العصة الأمنية والورقة الأمنية هي السائدة يعني الشأن السياسي وكأنما يعني أقفل لغيس الخزعلي وتبعيتهم لإيران طيب بارعا كان أغرب مع التصريح أنه قال الانتخابات المبكرة يعني حرب أهلية شوفوا أنا ليس أتكلم عن الموضوع أنه النظام الديني والثيقراطي لا يصح للعراق البارعا قيس الخزعلي قال أنه أي انتخابات مبكرة يعني معناه دخول في حرب أهلية بين مين ومن يعني يقصد؟ يقصد داخل الشعب العراقي بيانات نحن يعني سنه وشي يعني شوف اليوم مرجعية النجف شو تقول؟ واحدة من مطالبها انتخابات مبكرة يا إما مرجعية النجف تدعو لحرب أهلية يا إما هذا الشخصية هي لا تسمع لأقرب مرجعية لها هو أقرب مني على المرجعية صحيح؟ متمام؟ نعم هذه أخي نحن نعيش في دوامه وفي كذبة نقدس بعض الأشخاص وهم ليسوا معدسين؟ اليوم مظل معصوم مظل إنسان مقدس يخصيب ويخطأ نعم أنت البارحة تقول اليوم حرب أهلية ذات خنم انتخابات مبكرة واليوم المرجعية ما تقول أنه واحدة من المطالبة تريد حرب تريد انتخابات مبكرة حلونا هاي بيراتكم متناقضين فكيف بالمسيحي يقبل بكم؟ مدريدين خوفون الشعب يقول لك إذا دعيتنا انتخابات مبكرة غير يتوحد خطابهم مثلاً مرجعية تقول والله إذا دعيتنا انتخابات مبكرة بنا حرب أهلية وقيس الخزحل يقول نعم إذا دعيتنا انتخابات حرب أهلية يقول أولا توحدت توحدت طيب إذا هذا يقول الوحدة من المطالب الحل يقول الحل بأنه انتخابات مبكرة والثاني يقول حرب أهلية يا سيدي إذا أنتم مذهب واحد أو مجموعة واحدة لنتواحدوا خطابكم طبعاً مهمون ليس مذهب سياسي واحد فقط وليس مذهب ديني واحد فكيف بقية الآخرين أن يتقبلوا هذي نقاشاتكم وهذه إطروحاتكم لا يمكن أن بعد ما يرهبون الشعب العراقي الشعب العراقي بعد ما يرهب لا توجد تظاهرات في العالم قدمت تضحيات بقدر ما قدمت الشعب العراقي كتظاهرات أنا لا أتكلم عن حرب نعم نعم الجزائر دخلت 8 شهر حرب تظاهرات ما راح ما استشهد ولا مواطن منه صحيح لكن مصريين موقع الشعب العراقي اليوم 3 شهر أكثر من 500 مئة الشهداء نحن نتكلم عن أرقام رسمية نعم أكثر من 500 شهيد عشرات الآلاف جرحة معاقين معتقلين طبعا عدل يتهجروا هربوا كل هذا والشعب العراقي ما خال ما زال مصرح على مطابه فلا يرهب الشعب العراقي بالميليشيات ولا يرهبهم بالسلطة الدينية ولا يرهبهم بالتبعية للخارج الشعب العراقي صحة ووعى ويعرف ما يدور حوله ولا ينتنازل عن مطالبه مهما كانت تماما طيب دكتورة ذكرى يعني أبقى في تصريح قيس الخزعلي يقول من حق المتظاهرين يطالبون بتحسين الأوضاع والخدمات فقط ما لهم علاقة بالسياسة شون ممكن الرد يكون على هذا التصريح دكتورة كيف يوازنون ما بين العصى ما بينهم وطائدتهم وامتيازاتهم اللي بيأخذوها من دمشتعب كيف يعني رح يشون إصلاحات وكل ما تحكيوها هم ميزانية متكفي يعني أفصل شيء أفصل شيء درجات لما يقول لك مدارس يابا احسبوا لي الدرجة ما شمال مدارس يقولون ما عدنا اختصاص ما عدنا مبالغ مادية أنه الميزانية متكفي ما بينا الميزانية ما بيها فقرة أنه زيادة راتب أو تعديل راتب ما بيها مجالية البلد مفلت ما بي فلوس في كيف تصير الإصلاحات يعني هذا الأمر متناقض هذا الضحك عدقون معناته أنه خلونا احنا بالسياسة حتى نشتغل لكم مثل ما احنا صارنا في 11 سنة ننتظر أن يسوون أي شيء يبلطون أفصل شيء بلطون شارع كل شيء مريض بلطون شارع أو خلي ما لازم يستحون بس البلاليء ما للمي يعني شوف العالم خطيهم من دس يعني تمطر الجينية البيوت تفيض يعني دائما العالم تبدل أغرابها أو هي تتمرض يعني أحيانا أفصل لأنك من عائلة كاملة تمثل بالمي يعني أفصل شيء افتحوا بلاليء هاي هم يراد لتكلفة أدنى أمال المحافظات شغلوا أمالكم ميراد لهش مجرد تنظي وهن الخدمات اللي يطالب بها الخيز علي هذا مثل ما الواوي أم احترامي أدنى مثل يقول لها الواوي غامض عين وفتح عين حتى يقشمر بالعالم هذو الواوية بالضبط يعني فتح عين غامض عين حتى يقول لهم آني يعني ما أقري بالشغلة يعني وبينما هم يجزون ميليشياتهم هو القيس الخز علي خطية ما عنده ميليشيات كونه إلي ستاحة مليانة مخابراتهم ميليشياتهم ميليشياتهم كم ألف عندهم قيس الخز علي بلا كم ألف عندك من الأسرة من الشباب ثم محافظات الأخرى طيب ممثل ما ذكر أستاذ حسين سبعاوي حتى ما أقدر هاي النقطة يقول نقلا عن أستاذ حسين سبعاوي يقول عملية الانتخابات المبكرة قيس الخز علي يقول يقول إذا انتخابات مبكرة معنات حرب أهلية حرب أهلية بين الميليشيات لو حرب أهلية ما الالفين وستة الفين وسبعة لو شنو الموضوع يعني شون افتهمت هذا التسليل أنا كمواطنة بالمجتمع كمواطنة أستورب عندما المرجعية صيح حرب أهلية والأحزاد صيح حرب أهلية وإحنا الشعب متفاهمين بيناتنا في النشيء وكرد يعني كنا متفاهم الشيء هي الحرب والأهلية ما أفهم الظهر هما بيناتهم أكو بيناتهم لأنه ضربوا جماعة الرئيس الوزراء من كان عبد العبد المهدي ضرب ميليشي ضرب الحرس مال لأبادي ودخلوا على بيت لأبادي واحتزوا لأبادي وعبد المهدي كان محتجر فأكو بيناتهم ما ظهر مشاكل فشي قلون يقول هي الطائفة بيصر بها اقتتال هما يخافون ليكونوا طائفة بيصر باقتتال بسبب منه بسبب ميليشياتهم لأنه قيسر يحل علي يحتيشكل ومقتضى الصدر يحتيشكل والعامر يحتيشكل فهذولا بيناتهم سيحفر بيناتهم مدبحة المرجعية لأنهم تخاف عليهم هما لأنه تابعين الهر فراحة المرجعية يعني تخاف على هذولا اللي هي حارثتهم اللي ما تقدر أنه تحتيو يهم حتى المرجعية تخاف من عدم حقيقة نحن نحتيها مرجعية تتحفظ من هؤلاء لأنه ناس قتلهم مجرمين يعني قبل فترة هما لازمون منطقة بشارع البيت السيستاني سيد السيستاني أستاذ حسين نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل يقول واشنطن ستستمر في فرض العقوبات على مسؤولين عراقيين متورطين بالفساد ومتورطين باستخدام العنف ضد المتظاهرين شنو اللي راح يستفاد المتظاهرين من هاي العقوبات نحن ندور فائدة البلد لا شوف يعني احنا فائدة البلد وفائدة المتظاهرين ووجود نائب وزير الخارجية الأمريكي اليوم الأمريكان لهم نفوذ كبير في العراق طيب وهم مسؤولين على الخطأ الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه وخصوصا حد ما جعلوا العراق يعني أو أعطوا ضوء الأخضر للهيمنة الإيرانية على العراق طيب أعتقد أنه وجود نائب وزير الخارجي وتصريحات البارحة في إصدار عقوبات لاحظ أنه أي مسؤول عندما يضيف استضيف عند بلد آخر فلا يسعو إلا أن يكون الكلام دبلوماسي ومتحن لهذه البلد والضيافة والعلاقات يعني يتكلمون عن العلاقات والمصالح المتبادلة النائب وزير لم يتكلم بهذه تكلم قال سوف نعاقد هذه جرأة هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة العراقية ماكوح ضيف في دولة أخرى ويلتقي مع رئيس وزراء المستقيل ويقول أنه راح نحاسب ونعاقب طيب هذا معنى أنه أولا تحول ثانيا عدم احترام الحكومة الموجودة هو يقول راح نعاقبهم وراح نحاسبهم من يعني من اللباقة ومن الدبلوماسية أنا وانت عندما تكون مستضيف عند دولة تتكلم عن مصالح مشتركة تتكلم عن محاسن هذه الدولة اللي أنت موجود بها وإذا عندك تصريح آخر ممكن حد ما تصل دولتك تصرح به أو حد ما تصل مؤسسة دولية يعني قلون بالأخبر ذات الاهتمام المشترك ذات الاهتمام المشترك أما أنت داخل دولتي وتقولي راح نحاسب مسؤولين عندك فاسدين وقتل هذا هذا تحول ولكن على الولايات المتحدة نحن نقول أنه يعني هي مسؤولة على كل ما جرى فعليها أن تصلح ما هو هنا السؤال المطروح يعني هم من وقدم العراق على طبق من ذهب هي غير الولايات المتحدة طيب هس يالله هس يالله صار عندها وعي بأنه ترى ذولة حتى هو تصريحه يقول يقول الحرس الثوري الإيراني هو اللي دي يستهدف القواعد الأمريكية في العراق وقال الطرف الثالث هو الحرس الطرف الثالث وإلى آخر طيب نحن نقول كالآتي أولا الولايات المتحدة هذا ليست موضوع خطأ وكذا موضوع مصالح لكن أحيانا تلتقي المصالح يا سيدي أحيانا تلتقي المصالح اليوم ما من المصلحة الشعب العراقي أن تبقى هذه الهيمنة الإيرانية الميليشياوية وغيابة لا دولة في العراق نعم ليس من مصلحة الشعب العراق فعدما تكون الولايات المتحدة تريد تصحح هذا الخطأ هل يخرج واحد مني يقول أنتوا تابعين لأميركا وأنتم تقبلهم بالتدخل الأمريكي وأنت جيت حد باب الأمريكية وما أحد قال لك وأنت الآن أنت الآن بالدولة كسلطة كسلطة كفرق بين السلطة والشعب أنت كسلطة ولائك للخارج وتبعيتك للخارج كوثران يدير ملف العراق عندما الولايات المتحدة تريد تصحح خطأ يجي تامك يقول لك أنه أنت يعني تقبل بالتدخل الخارجي أنت قبلت بالاحتلال أنه يقبل بالاحتلال العيب أنه يتكلم عن الآخر من هذا حقيقتا أحيانا نقول يعني أسمح رامتني بداية هون سلة يعني شيء متناقض نعم طيب دكتورة ذكرى حسب الأخبار اللي دنسمعها من ساحة التحرير أكوه تفاض صار ضد رئيس الجمهورية برهم صالح مثل ما تعرفين حضرتج بأنه المهلة كانت لغاية ساعة فمعش بالليل يوم الثلاثاء حتى يكلف أحد الأشخاص بتشكيل حكومة طلب مهلة قال للخميس الخميس أيضا متوفر متوفر الشخصية اللي تقود رئاسة الوزراء أيضا طلب مهلة لتسمية أحد المرشحين لذلك المتظاهرون في ساحة التحرير هتفوا ضد رئيس الجمهورية برهم صالح وضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طيب والبقية ليش ما هتفوا ضدهم باعتبار هم المؤسسين لعملية ما يسمى بالدولة العراقية من عام 2003 لحد هذه اللحظة سؤالي ليه الشيخ تصة والمتظاهرين بهتفا ضد رئيس الجمهورية وضد رئيس البرلمان شنو السبب برأيكم نعم لأنه حقيقة هم رئيس الجمهورية رئيس البرلمان هم الحكومة هم المشرعين هم اللي لازمين ضمام أمور نعم نعم طيب هم رئيس الدولة طيب تعتقدين بأنه يعني ربما يكون أمام رئيس الجمهورية مثلا مثل ما صار في لبنان عندما قدم استقال ترفيق الحريري يجي رئيس الدولة ميشيل عون رئيس الجمهورية أيضا كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة تعتقدين يعني يجي على بالكم بأنه مثلا برهم صالح يعيد تكليف عادل عبد المهدي من جديد لتشكيل حكومة لا أعتقد وأن كان هو بالنسبة لرئيس الجمهورية حقيقة احنا نعرف شخصيته شخصيته متردد يعني أحيانا يمشي مع الثيار وأحيانا ضد الثيار فما يعرف شنو ياخد لأنه هو مسير وليست مخير نعم يعني كلهم مسيرين وليست مخيرين لدليل أنه هؤلاء الخارجيين اللي هم تابعين لهم يحاولين يفرضون عليهم شخصيات وربا ما نعرف احنا شرح يفرضون ذولا عليهم لكنو احنا العملية السياسية برمتها احنا رافضيها الآن لما اتخلطنا من رئيس الوزراء الآن جاء الدول على رئيس الحكومة وإضا محل بورثي رئيس البرلمان فأؤلاء هم لازمين ماسكين الدولة الحكومة بس هذول يطلعون خلص مسهد الدولة مسهد الحكومة نعم فرح نشكل احنا المتظاهرين رح احنا نبقي نطلع ناسنا لانه هذول بس هم باقين باقي الميشيات معاهم لما يروح هذول رح نعم ترجع الى المسجد انا اشكر دكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهر الثورة التشرين اشكر انضمام اشئيلين استاذ حسين السبعوي اذا ماكو شخصية مثلا صار اختلاف عليها شا تقول اذا برهم صالح قال بي انه ماكو اي شخصية البرلمان مدى يحدد حتى هذه اللحظة من هي الكتلة الاكبر لتسمية مرشحة لرئاسة الوزراء تعتقد يعدون انتاج عادل عبد المهدي ب ولكن باسلوب اكثر تنظيما مثلا لا مستدع مماكو شخصية لكن علينا ان ندرك انهم في الاراق بعد 2003 شخصية رئيس الوزراء تحسن من الخارج وليس من سيد برهم صالح ولا الحلبوسي ولا غير عامل الخارج عامل مهم في تسمية رئيس الوزراء وتسمية حتى رئيس الجمهورية موافقة امريكا بالتك ووجود نائب وزير الخارج اذا امريكا دكتور استاذ احسن انا اذا وافقت امريكا على شخصية معينة ورفضت ايران من الكلمة الفصل في السابق كانت الكلمة الفصل لايران اعتقد في المرحلة القادمة اعتقد انه الولايات المتحدة غيرت من سياستها تريد ان تقصي ايران او تخفف تضعف نفوذ ايران ولكن لا تنهيها عامل الخارجي مهم جدا في حسم رئيس الوزراء والقوى السياسية هي خائفة وتدرك انه وجود نائب وسير الخارجية الان هو لحسم موضوع رئاسة الوزراء الاسم الاسم وهي مرحلة انتقالية هي لمرحلة انتقالية وليست طويلة ولكن برهم صالح لا يستطيع ان يحسم هذا الامر والمدة دستورية انتهت وكما يقال انه احنا الان في فراغ دستوري طلعوا له فتوى جديدة قالوا المدة دستورية لا تحسن منها العطل وهي اول مرة تحدث بالعالم قالوا يوم الى احد طبعا من يجا ومن احد يقولها ما قلناها الى احد غير احد شوفوا احد بالسنة هاي قصته لا يستطيعون يحسمون الموضوع والموضوع العامل الداخلي ولكن يحسم بالعامل الخارجي في تسمية رئيس الوزراء طيب شون يشوف التظاهرات منا لما يصير يعني الركون الى تسمية رئيس الوزراء لا المتظاهرات يجب حتى لو يختار رئيس الوزراء حتى لو كان منهم حتى لو كان من المتظاهرين يجب ان لا ينسحبوا يجب ان يبقوا في الساحات ويزيدوا من زخم اكبر خطأ انهم تظاهرات عندما يحقق قضية نسبية من مطالبهم ينسحبون وهذا خطأ كثير من المتظاهرين اللقعوا في الدول الاخرى وليس في العراق يحقق قولهم نسبة من مطالبهم انسحب المتظاهرين عادت الدولة العميقة ودارت الامور كما شكناه في عالمنا العربي على المتظاهرين مسك الساحات والعصيان المدني والاستمرار بالضغط وكلما ضغطوا يحصلون على مكاسب اكبر كلما انسحبوا تبقى دون مكاسب انا اشكرك استاذ حسين شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية تقطيتنا لهذا اليوم نتقدم بشكر جزيل الى الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعوي شكرا جزيلا وشكر موصول الى الدكتورة ذكرى عبدالصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين نشكركم على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا